احضن طفلك وانتظر ربما تستطيع معالجته إن بقي دواء أو مستلزمات طبية بعد تناقص عدد الأطباء في الشمال السوري جاء الدور على إيقاف برامج الدعم الطبي إلى أن أعلنت منظمة الأطباء المستقلين في بيان لها عن توقف دعم مشفى الغندورة وقسم الأطفال في مشفى الدكتور الشهيد وسيم معاز حتى إشعار آخر الحقيقة بالنسبة لدعم قسم الأطفال في مشفى الشهيد محمد وسيم معاز توقف منذ بداية العام الحالي 2022 ولكن بسبب زيادة ضغط وزيادة إصابات الأطفال وخاصة انتشار مرض القصيبات الشعرية في المنطقة ضغطنا على الكادر وضغطنا على أنفسنا بشأن نستمر الخدمة ولكن هذا العبء بصراحة لا نحسن نتحمل أكثر من ذلك لذلك قررنا إيقاف القسم والاقتصار على الإسعاف منذ اليوم بيان منظمة الأطباء المستقلين أكد أن الكوادر الطبية تعمل بشكل تطوعي منذ بداية 2022 عملت خلال هذه الفترة على تقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني خاصة مع انتشار الأمراض الشتوية التي تصيب الأطفال بشكل أكبر من باقي الفئات العمرية تتصاعد وطيرة الأزمات الطبية في الشمال السوري بعد إيقاف عدد كبير من المشاف عن العمل إضافة لتقليل الدعم عن المراكز الطبية العاملة هناك أمر ينذر بحدوث كارثة طبية قد تطال أكثر من أربعة ملايين نسمة